السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين أهلاً وسهلاً كيشوان معكم مسهالة سعيد ولازمنا مستمرين في Connect Plus وإحنا دلوقتي في Unit 4 اللي هو الوحدة الرابعة في Lesson 5 اللي هو إيد درس الخامس عندنا النهاردة إن شاء الله حناخده Lesson 5 و Lesson 6 و Lesson 7 أوكي؟ تمام يعني الدرس الخامس والسادس والسابع Let's start يلا نبدأ هنا عندنا Living or Non-Living وإحنا عرفنا قبل كده قلنا Living or Non-Living Things قلنا Living هي الكائنات الحية وNon-Living هي الكائنات الغير حية وعرفنا إيه هي الكائنات الحية اللي هي Living Things قلنا هي Can Move بتستطيع إن هي تتحرك Can Eat بتستطيع إن هي تاكل Can Grow يعني بتستطيع إن هي تنموه تكبر تمام؟ دي بالنسبة Living Things تمام؟ أغلبيةها اللي هي بتبقى Animals اللي هي الحيوانات وعرفنوهم طب زي إيه هنا عندنا في Living Things عندنا Fish سمكة الفيش واخدنا قبل كده Frog 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 اللي هو الضفدع وDuck Duck Duck اللي هي البطة خدنا Camel اللي هو الجمل خدنا Horse اللي هو الحصول خدنا Dog 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 اللي هو الكل تمام؟ يبقى خدنا الأنيمالز دي بالنسبة Living Things تمام؟ طب بالنسبة لل Non Living Things اللي هي الكائنات الغير حية Can't Move لا تستطيع إن هي تتحرك Can't Eat ما تقدرش إن هي تاكل وCan't Grow ما تقدرش تكبر تمام؟ طب إيه هي Non Living Things زي إيه الأشياء الغير حية أو الكائنات الغير حية اللي زي هنا عندنا Like Can 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 اللي هي العلبة علبة الكنز تمام؟ عندنا Bottle 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 اللي هي الزجاجة Bottle 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 تمام؟ طيب هنا عندي إيه تاني؟ كيس البلاستيك اسمه Plastic Bag Plastic Bag Plastic Bag اللي هو كيس البلاستيك Plastic Bag تاني repeat after me Can 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 Bottle 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 Plastic Bag Plastic Bag أوكي؟ طيب هنا عندي في حاجة جديدة حنقضوه عشان إحنا قبرنا شوية كيس البلاستيك عندنا في حاجة اسمها Syllable Syllable ده اللي هو المقطع دلوقتي أفهمكم إيه هو المقطع ده اللي فيه عندي هنا عشان إحنا قبرنا شوية عندنا One Syllable وعندنا Two Syllables يعني One Syllable يعني مقطع واحد وTwo Syllables يعني مقطعين طيب نبدأ بالOne Syllable من الكلمات الwords اللي إحنا خدناهم الكلمات زي إيه؟ خدنا كلمات Fish أهو بقولها على بعضه هو الساون بتاحه وصوته هو Fish تمام؟ قلتها مرة واحدة يبقى ده One Syllable مقطع واحد طيب عندنا Frog Frog برضو مقطع واحد One Syllable Duck Duck برضو قلناها مرة على طول مقطع واحد طيب هنا تعالوا شوفوا Two Syllables يعني مقطعين ازاي بقولها زي كلمة River تعالي نقسموها River بنقوله Re Ver يبقى قسمناها Two Parties يعني الجزئين Two Syllables أوكي طيب تاني Re Ver River اللي هو النهر النهر يسمو إيه؟ احنا قسمناها Two Syllables ليه؟ لأننا بنقوله Re Ver اوكي Battle اللي هي الزجاجة مقسمناها البا تل يبقى Two Syllables اوكي مقطعين با تل اوكي يبقى Two Syllables مقطعين عندنا Water Water يبقى ايه قسمناها Two Syllables مقطعين يبقى احنا هنا جيه Two Syllables حنا رجعتين River عشان ما قسمها Re Ver وباطل لأني بقول Bottle و Water لأني بقسمها Water اوكي يبقى احنا خدنا One Syllable مقطع واحد قلنا Fish و Frog و Duck و عندنا Two Syllables اللي هو River وباطل و Water اوكي تمام طيب خدنا بقى ايه بيقول لي ماتش وصل تمام عندنا Duck اللي هو البطة حوصلها ب Duck البطة زي ما انا بعمل Frog يبقى حنوصلها ب Frog طب انا لو عادي مش عايزة اوصل اعمل ايه احط جنب البكتشر اللي هي الصورة الدق احط جنبها Number One طب الانا عنده Frog Number Two احط جنبها River اللي هو النهر احط جنبه Number Three Fish السمكة اللي هي Number Four Bottle زجاجة Number Five Water اللي هي الماء احط عنده Number Six اوكي لو انا مش عايزة اوصل طيب السؤال اللي بعده يقول لي Look and Circle يعني انزل وضع ايه دائر على ايه على The Right Answer أو Correct Answer يعني على الايجابة الصحيحة تمام مدينا كلمة Frog وانا عارفة ان Frog يعني ايه ضفضع يبقى اعمل عليه Circle Bottle زجاجة اعمل عليها Circle زي ما انا عاملة معاكم Water اللي هو الماء اعمل عليه Circle Duck اللي هو ايه البط برافو عليكم اعمل عليها Circle Fish سمكة نفس الوضع Circle River نهر اعمل عليها Circle اوكي تمام طبعا انا الطلبة منكم دايما دايما تكتبوا في النوت بتاعتكم اللي هي كراسة بعمل ايه بكتب الكلمة وانزل بيها لغاية محفاظها وبعد كده بنعملوا فيها Dictation اوكي عشان اسمحها عليكم تمام هنا عندنا في Number 3 Look and Circle انظر وايه وضع دائرة تمام هنا بيقول لي Living ولا Non Living يعني Living or Non Living يعني هي كائن حي او غير حي طبعا عندنا كان واحنا قلنا كان ايه العلبة العلبة يعني دي Non Living كائن غير حي طبعا هو Can't Move لا يستطيع ان يتحرك Can't Eat لا يستطيع ان يأكل Can't Grow لا يستطيع ان يكبر يبقى دا ايه Non Living Bravo عليكم طيب هنا عندنا الدق اللي هي البطة Living ولا Non Living ها عندنا Living ليه لان هي Animals والAnimals كلها الحيوانات ايه كلها Living تمام لانها كان Move وكان Grow وكان Eat تمام البطل ها الزجاجة Living ولا Non Living Non Living تمام كده بيقول لي ايه Color Living Things يعني عايزك تلون ايه Living Things الكائنات الحية تلونها فين هنا الكائنات الحية عندي الكات والدق والفش والفرغ اوكي كات دق فش فرغ اوكي ده ايه Living Things كائنات حية تمام بعد كده خدنا ايه في Lesson 6 خدنا اللي هو الدرس السادس Sorting 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 يعني ايه صنف عايزة صنف الاشياء اللي قدامي هل هي colors الوان ولا هل هي animals حيوانات ولا هل هي food طعام هصنف هصنفها حاجة من الثلاثة يعني مثلا عندي red وعندي yellow وعندي green red اللون الاحمر yellow اللون الاصفر وgreen اللون الاخدر جي ايه جي colors دي اصنفها ان هي الوان طبع عندي مثلا cat عندي cow اللي هو البقرة وعندي horse الحصون جي ايه جي animals يبقى انا صنفتها animals حيوانات طبع عندي apple والكيك وcorn جي ايه جي food طعام يبقى هنا sorting انا حقسم هل هي colors ولا animals ولا food فهمتم تمين بعد كده بيقول لي match وصل مدينا الهير words والpictures مدينا red اللون الاحمر يبقى بكتب عند اللون الاحمر number one او بوصل yellow اللون الاصفر زي ما انا عملا معاكم apple طفاحة وكيك اللي هي الكيكة وكات اللي هي القطة وكاو اللي هي البقرة تمام طيب look and tick true يعني هنا انظر وإيه وضع علامة صح فين هنا عندي colors هنا مدينا كلمة يالو cat red فين هنا عندي اللون برافو عليك وعندي يالو وred يبقى اعمل عليهم true يعني علامة صح تمام او correct صح تمام طب الانيمالز اللي هو الحيوانات هنا مدينا cow horse apple فين هنا عندي الانيمالز ها cow برافو عليك ونعمل عليها true وهورس اللي هو الحصار نعمل عليها true ليه لأنها animals تمام طيب بعد كده بيقول لي color animals يعني لون الحيوانات بس الانيمالز أوكي اللي هي الحيوانات فين عندي هنا ها عندي الانيمالز وعندي وعندي الانيمالز وعندي وعندي الكات يبقى نلونه التلاتة دول تمام طب بعد كده بيقول لي color food يعني لون الطعوم فين عندي الطعام هنا عندي carrot اللي هو الغازر وعندي هنا التلاتة طعام بنانا وعندي apple اللي هو التفاحة والبنانا اللي هي الموزة يبقى هنا عندي carrot apple بنانا أوكي تمام بعد كده عندنا lesson 7 اللي هو الدرس السابع phonics اللي هو G G capital و G small بتجينا trace يعني تتبع الموقع وwrite اكتب اكتب G capital و G small وfind يعني او جد اكتب G capital و G small اول ما تلقيها يا اما تعمل عليها circle دائرة يا اما عمل تحتها underline يعني اشد خط تحتها خلاص color لون هلون كلمة dog dog هنعمل ايه هلون picture اللي هي الصور اللي قدامي عندي words اللي هي الكلمات words عندنا كلمة dina 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 عندي daddy 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 عندي duck 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 طبعا دي اللي هو up واخدنا قبل كده و duck اللي هو البطة طب احنا ما نطقناش sound بتاعة g د د د د g تمام sound بتاعة خلاص بعد كده بعد كده اخدنا الاس والصون بتاعة s ده sound بتاع الاس trees تتبع يعني امشي عليها الحاجات القدامي الاس capital والاس small write اكتب برضو write لازم اعرف كلمة write وكلمة trees ستعودنا عليهم خلاص وكلمة find اوجد الاس capital والاس small وcolor لون لون sun sun اللي هي الشمس والwords عندنا الكلمات اللي هي سليم سليم اللي هو سليم نبقى الاس وهي والصالد اللي هي السلطة والسيستر اللي هي الاخت سيستر سيستر اللي هي الاخت اوكي تمام ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يسوقوا كل جديد بمشيئة الله good bye bye